زوم من أجل الاستقلال والسيادة كيقولوا البحثين فما طرق عادة للمقاطعة لكن فما أيضا دي سيح كوي مختلفين للمنتوجات الإسرائيلية خاصة الفلاحية اللي منها ساعات تخلي مش سهل مش تعرف المنتوج لكن كما قلت قبل معتها للكوتباء واليوم فما ديليست كاملين قاعدين يهبطوا المهم مش سهل أنك تتحصل على أرقام على خاطر الأراءة متبينة معتها في قديش حركة المقاطعة والبديس ستأثر على الاقتصاد الصهيوني لكن حسب الانستيتيوت فور ناشنال سيكورتي اللي هو مؤسس أوتنوم طيب على الونيفرسيتين المقاطعة خسرت الكيين بين عام 2005 و2015 ما يقارب 3.7 مليار دولار وحسب جماعة غرفة التجارة الإسرائيلية فإن صادراتها انخفزت من جراء هالمقاطعة 1.5 مليار دولار المقاطعة أيضا تخسر المستثمرين ثقتهم في الكيين ذلك عليش يخفضوا استثماراتهم وإلا حتى يتراجعوا عليها فما برش أبعاد المقاطعة فما زاد المقاطعة الأكاديمية في جوليه 2023 يعني جوليه اللي يتعدى الأمريكين أنتروبولوجيكول أسوسييشن تبنت بأغلبية 70% رأي مقاطعة الجامعات الإسرائيلية بسبب الأبرتايد الجامعية اللي يتمثل ألف في العالم ما عادش يتعاملوا بصفة رسمية على الأقل بصفة فردية يمكن لك بصفة رسمية ما عادش يتعاملوا مع الجامعات الإسرائيلية ما غير ما نحكيه عن الفرانشيز المعروفين اللي مروا في الشرق الأوسط دي فرانشيز كي ماستارباكس وغيرهم قاعدين يهبطوا في بيانات ويحاولوا يقولوا رانا لأن نخدموا في معانيها رانا في الشرق الأوسط ونخدموا في يد عاملة هو لما حالك كلامك صحيح وكلامه مسحيح اللي يخدموا بالحق معنا في برشة ناس وهما ممثلين لأنه شفت حتى سامة دي زين في يونسوز في الشرق الأوسط يحكيوا أنه لا نمشيها مثلا تحكي على ستاربوكس ليل وذي ووكيل فلان يتتغار لك رفا ما در وايالتيز يتبعثوا المؤسسة هذية اللي هما النسب كبيرة جدا راه يتتبعث للمؤسسة الأوسط هذا اللي يمكن الناس ما تعرفوش يعني مثلا ستاربوكس عندها أكثر من 35 ألف فرع حول العالم في 86 دولة عندها 9 ألف فرع في الولايات المتحدة تصوروا معانتها المبالغ اللي تمشي للكيان وقت لشي إنسان يقولك ليه معانتها مش قضيتي ولا المقاطعة نتعلم مش مش تساهم بحيات شي نحكيه على اقتصاد دراه ممكن نسبة التراجع توصل حتى الـ 11 مئة نحكي على اقتصاد الكيين في الأشهر اللي هذي مجرأ الحرب يعني اليوم أي حركة للمقاطعة ممكن تكون عندها تأثير حتى نعود نقول أنه الأرقام مش سهل بش تتحصل عليها يعني حتى الناس اللي تحرك معده الناشطين اللي تحرك في الميدان ساعات ما تلقاش عندهم أرقام دونك لكن اليوم بلوس كو جميع اليوم الزغط يظهر لي وسيلة معده حتى الناس اللي يقول لك اليوم الزغط أنا متاعب شعور يظهر في الظروف يخمم في نفسه يفكر كفرد اليوم في الظروف الحالية معناها كما فهم حملة تفسيرية كبيرة على تيك توك خاصة من المصريين قاعدين يبسطوا بطريقة ساعات حتى سيناريزة معده تقش عليه هاكي كورماتراج صغير وهو تقع على تيك توك متاعه يفسر بشنوة نجم تعاوز البرودوية اللي تشريه خاطر احنا عنا طريقة شوية توانسة فيها شوية عنسة معطلنا نعملو بخيشون على الناس عنف شوية عنف ولا تضطر الفكري معطلنا اللي الناس اللي تنفر كونتر بروديكتيف تولي تعطي نتائج العكسية لكن هما عندهم نوع مالسياسة بخفة روح المصار واللي معروفين بيها يعني قاعدين يفسروا في الناس كيفاش تقاطعوا بشنوة تجم تعاوز البرودوية ومثلا امازون امازون اللي اللي تتعاون مع التسهال بالذكاء الاصطناعي ومعطة تساهم مباشرة في مع التسهال يعني اليوم اللي يقول لك بش نشري من امازون بش نشري احنا معناش في تونس لكن لو فرغنا ارتحنا ارتحنا فمبرش حاجة ارتحنا منه هزي ديما نحنا في كل مناسبة في تونس ستاربوكس ماكدونالدس ولكل هم ارتحنا منهم احنا عنا قاشقالت فالفريكاسي والشاباتي معانيش مشكلة هذي لكن راهي بالحق بعطها وسيلة ضغط حتى لو من الصعب معنا انو يعني كونتتاتيف ما معناها مدهي الضغط هذا وتأثيره على الاقتصاد ركتقعد ممكن تأثر ممكن تأثر اليوم نحكي على صندوق التعويضات في اسرائيل اللي اللي حسب جمالي الخسائر اللي توصل 373 مليون دولار يعني وصلت الحد الخسائر اللي شنتها حرب 2006 اللي شنها حزب الله على اسرائيل معناها وما زلت الحرب متوسطة مش تفوت الخسائر قيمة الخسائر 2006 اليوم اقتصادين راهي قاعدة تخسر صحيح ما نجموش نقارنوا تل ابيب بغزة لكن راهي قاعدة تخسر ورهم ما نش قاعدين يوصلونا المعلومات لانه يعني هم يخدموا البروباجاندا متاحهم على قاعدة من الخسائر ما هيش قاعدة توصل لنا بالضرورة معناها بالترانسبرانس وحتى عملية احتسابها صعيبة شوية هجر صعيبة صحيح لكن مؤثرة في نهاية المطاف انت حكيت على مصر انا شفت ديفيد ايو لبعض المؤثرين المصريين كما قلت انت بكل لطف يطلبوا منصف محملة كبيرة قايمة على ستاربوكس بالاساس في الشرق يوريو وشفتك حتى انت هبطن ستاتيو على الموضوع اللي رو فما البرودوكتور لوكو رو ينجمو ينتفعو من الحكاية ضيمة فما زادة التجارة الصغرى اللي يعملو في سما محلات يدوية فما نجم تكون أسعارها غالية شوية فرصة بشتراجو أسعاركم شوي لكن بشتبيعو الأكثر عدد موضوع من الوسط بشتشريو راهو فخ بشتبيعو اللي حابيت نقولو معتها اليوم البرح زادة هبطة قائمة في الشركات مش اللي بالضرورة تمول اقتصاد للكيين لكن اللي حطت بيانات موسيندة يعني هي شركات تساند الكيين للصهيوني حتى لأسمالها ما فيش معتها الشركاء معتها صهيونيين وإلا تبعث أدائت ولا فلوس الغادية مليكنها تساند على هبطة قائمة دوك الأكاديميين قاعدين يخدموا معتها في الجانب هيدا فهم نشطة قاعدة تخدم فهم نيس قاعدة تضعف كيما قلت انت تقولو معها الاقتصاد متاعنا احنا يطرح نخدم في النيس لكن النجم نلقا واني كيلي بغو مش صحيح معاني أو نساندو باش فلوسك ما تمشيش الكرتوشة تقتل الطفل الفلسطيني معتها وتشوفوا صور كما شفناهم الموضة لأخر توقعد بعض الموازنة ما بين هذا وذاك تعرف حتى نحنا هنا صار نقاش حول الموضوع بالحق الأمور معاقدة بارشا خطر سيفغيك وفهم نحكيه وراو على كان منعرش كمشيغو مثال بتاع تونس وفهم الموجودين في تونس وناس تستهلك منهم تستغر وفهم ناس تخدم ورا هذيك صحيح ولكن مل جانب الآخر بتوقعد فلوس على خطر مل جانب الآخر كما قلت انت رو فما فلوس تمشي رو فما حقوق استغلال للماركة هذيك قاعدة تمشي لهم وبارشا فلوس رو قاعدة تدفع لهم في نهاية المطاف نرجع لفكرة حابيت نرجع للفكرة اللولة اللي نقول فيها أنا كفرد ما نعمل حتى شي أنا وحدي يد وحدا ما تنجمش تصفق مراويد مع برشا هذين أخرين نرجع تصفق لكل ما بعض بديس قايمة على معناها ناس ما همش بالضرور عندهم معناها جمعية ولكنها قايمة على نشاطة وتعمل على طول العام لكن تواف الظروف تخلينا نحس وتحس لفاوم الناس قاعدة تقوم سيريوز معنا الحكاية معناها و سيريوز لليوم فكرة المقاطعة دونك عليش وإضافة إلى أنه الملتينيسيونال أو الشركات المتعدة الجنسيات رو هي تخلق هذه على أقل وجهة نظرية ووجهة نظر أكاديمية أنه تخلق بشي غطي على جنسية معينة معناها بتلقى مختلطة العملية ونتي متفهم حد شي ولكن اليوم يمكن أكثر من 90% من الشركات كلها في العالم من الكبار مع الملتينيسيونال كلهم مدخلين فيهم رأس مال صهيوني على كل حال هو نوع من أنواع النظال كيما تمشي على عين المكان كيما تخرج في مظاهرات كيما تقاطع زادة لأنو تعبير هي تعبيرة عن الرأي زادة في نهاية المطاف شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك مانا ليه معناها ديما ديما ماشي في نسل زين بجبتها روحك ماشي في نسل مانيل مارسي بكو تيب عيد عميكو منيش في نسل وليكن تحكي عن الموضوع مسألت هجزا كيف والله عامل يشتا والله قاعدا نثبت هاي بلقاتلي مقاطعة مانيل مقاطعة عابت بها بغافو مانا لليست من عند هجر خطر مزال فما حاجات فما ديمار مانا مزال منعرفها مش اسكو هو ما عندهم رأس ميل صهيوني ولا يفو يفو يتسيلكتيف معنا تشوف المؤثر اكثر هو اللي هو اللي تقص معتش تتعاطى معه شكرا لكم انتم التبعتونا حتى الوقات هذية نحنا ملتقى نغوض ان شاء الله في نفس الموعد من نصف النهر حتى المدسعتين معتكم مع عزيز وقلكم باي باي يا دماء مرسي ساعة قبل يا دماء مرسي العليا بيش مرسي سيرين زمعنا في الإخراج محمد الحمر وسليم تخل بحثنا نحي وتوقركم باي باي يا دماء